ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اليوم الاجتماع الثاني عشر للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بحضور سعادة وزير التربية والتعليم ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة وزير الشؤون الأعنام وسعادة وزيرة الصحة وسعادة وزير الشؤون الشباب والرياضة ومعالي محافظة الهاصمة ومعالي رئيس الجمارك وأعضاء اللجنة من ممثل المؤسسات الحكومية وفي بداية الاجتماع رحب معالي الوزير بأعضاء اللجنة مشيدا بجهودهم في المساهمة في عملية التوعية والحد من مخاطر المخدرات كما أكد معالي الوزير أن مملكة البحرين قطعت شوطا طويلا في مجال مكافحة المخدرات مع المضي قدما في مواصلة هذه الجهود منوها إلى ما خلصت إليه لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء الموقع في واقعة مدرسة مدينة حمد الأعدادية للبنات من عدم وجود ظاهرة للتعاطي المخدرات أو شبكة لترويجها في المدرسة المذكورة بعد ذلك بدأت اللجنة بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث أطلعت وزيرة الصحة اللجنة على الإجراءات المقترحة لتنظيم صرف الأدوية والضوابط المعمول بها في مراقبة الصيدليات في هذا المجال موضحة أنه سيتم رفع هذه الإجراءات التنظيمية إلى المجلس الأعلى للصحة لافتة إلى ما يتم في بعض الأحيان من إساءة استخدام بعض الأدوية كما اطلعت اللجنة على إيجاز قدمه وزير شؤون الشباب والرياضة تضمن التنسيق مع برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان بما يضمن زيادة عدد المستفيدين من الشباب بالبرنامج في الأندية الرياضية والمراكز الشبابية كما تضمن الإيجاز برنامج الشباب البحرني للوقاية من المخدرات تكاتف حيث عرض خريجه الدفعة الأولى من البرنامج مشاريع التخرج التي يرونها مناسبة لتثقيف الشباب حول خطر المخدرات وأضرارها السلبية على الشباب والمجتمع كما بدأت الوزارة الإعداد لإطلاق النسخة الثانية من البرنامج وبمشاركة سبعين شابا يمثلون خمسة وثلاثين مركزا شبابيا حيث يتم تنفيذ مجموعة شاملة ومترابطة من الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية في المراكز الشبابية والتي تقدم خدماتها لمختلف الأعمار وبما يتوافق مع الرؤى وتطلعات للنهوض بقطاع الشباب وفي هذا السياق أشهد معالي وزير الداخلية ببرامج وفعاليات المراكز الشبابية والأندية منوها إلى أهمية تعميم الفائدة من هذه البرامج وتوسيع نطاق الاستفاد منها وكذلك تطوير المشاريع المتعلقة بالشراكة المجتمعية مؤكدا أهمية العمل على تعزيز دور الراغبين في التعاون في مجال مكافحة المخدرات ودور المحافظات في هذا المجال في ظل عملهم القائم على التواصل مع المواطنين والمساهمة في تأمين السلامة العامة من جهته أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أهمية دور الجمعيات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في نشر التوعية من مخاطر المخدرات فيما أشار سعارة وزير التربية والتعليم إلى تدريس مقرر الخدمة الاجتماعية لحوالي تسعة آلاف طالب يتم الاستفاد منهم في عملية التوعية بشأن مكافحة المخدرات وذلك بالتعاون مع المراكز الشبابية وفي هذا السياق عبر معالي رئيس اللجنة الوطنية عن شكره وتقديره للتعاون الذي تبديه وزارة التربية والتعليم في هذا المجال معربا كذلك عن تقديره لدور وزارة شؤون الأعلام في نشر الأفلام والمواد التوعوية في مجال مكافحة المخدرات انطلاقا من دور الأعلام وما يتمتع به من إمكانيات في مجال التوعية المجتمعية كما قدم معالي محافظ العاصمة إيجازا حول برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان والمستوى المتقدم الذي وصل إليه حيث يغطي البرنامج حاليا 173 مدرسة ويستهدف زيادة التغطية خلال الفترة المقبلة إلى 211 مدرسة بجانب مواصلة إقامة المعارض التوعوية في المجالات ذات الصلة وفي هذا السياق أكد معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة على ضرورة إعداد خطة تعمل على زيادة عدد المدربين في البرنامج لتغطية العدد المستهدف من المدارس والمراكز الشبابية وفي سياق متصل اطلعت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على الخطة الإعلامية لمكافحة المخدرات وما ضمته من منطلقات وأهداف قابل للقياس ويتم العمل على تنفيذها وفق جدول زمني واضح حيث أكد معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية على أهمية دور الأعلام في نشر الوعي في مجال مكافحة المخدرات منوها إلى وضع الآليات التنفيذية الكافية والمدروسة لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع وزارة شؤون الأعلام وفي نهاية الاجتماع أعرب معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على الجهود القيمة التي يقومون بها في إطار مواجهة خطر المخدرات والتنسيق بين كافة الجهود الوطنية في هذا السياق لتحقيق النتائج المرجوع ترجمة نانسي قنقر